كما وصلت وزارة الداخلية جهدها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نكعة نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 3466 استوانات بوتجاز وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 4.348.265 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 13.290 قضية سلع جزائية وتموينية بمضبطات وزنت أكثر من 7249 طن عيني ومستندي سلع غذائية وتموينية متنوعة كما تم ضبط 26 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبطات بلغت أكثر من 47 طن وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبطات بلغت أكثر من 303 طن وكذلك ضبط 6467 قضية مخالفات للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 284 طن دقيق بلدي كما تم ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 192.5 طن دقيقة وحوالي 22.5 طن سلع غذائية متنوعة وتم ضبط 3679 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبطات بلغت حوالي 280 طن دقيقة وأكثر من 270 طن سلع غذائية متنوعة كما تم ضبط 98 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبطات بلغت حوالي 98 طن دقيقة وقرابة 109 طن سلع مدعومة متنوعة كما تم ضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 94 طن أسمنت كما تم ضبط 283 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالية وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت حوالي 3886 طن أرز شعير كما تم ضبط 226 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 62 325 عبوة سجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 585 ألفا و 181 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 183 ألفا وتسعمائة وستون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3009 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 144 سائقا منهم كما تم المرور على 145 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية سائقين كما تم فحص 625 مركبة وتبين عدم مطابقة 13 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 337 سيارة و 37 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 5093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الفوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 715 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 900 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 1912 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2456 مخالفة ملصقات وضبط 16 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1385 قضية ومخالفة أبرزها حياذة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82713 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64.828.122 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 214 قضية من بينها 118 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و96 قضية في مجال جرائم المصنفات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 66.380.616 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2345 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3.978.000.000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5.198.221 جنيها